كواكم الله شباب يعطيكم العافية كيف أموركم مع الإجازة الإجبارية الصحية يالله من عليكم الصحب العافية إن شاء الله يحرسكم معين الله ويجعلكم في دراعين الحصينة بشرح لكم بشكل سريع بصورة إجمالية مجملة مختصرة طريقة تكوين اختبار اكتروني والتصحيح اكتروني ويقدر الطالب يشوف درجته مباشرة بعد ما يختبر يعرف كم نتيجته من كم وتقدر انت تحتفظ بهذه الاختبار وردود إجابات الطلاب وتقدر تشوف تحليلات الإجابات وهذه الأمور كلها موجودة في جوجل طبعا لازم يكون عندك بريد جوجل أو بريد جيميل تفتح جوجل بعد ما أنت مسجل دخول في حسابك زي أنا مسجل الآن يجي لمربعات صغيرة هذي تروح لك درايف اللي هو درايف يعني ما أدره شو محرك عشان تروح تكون الاختبار طبعا هذا صفحة الدرايف الأساسية ملفاتك اللي حافظنا في الدرايف عشان تروح تسوي اختبار اجي لك كلمة new أو جديد أنا بالانجليزي أنا جهاز انجليزي تروح لتحت كلمة more أو أكثر اجي لك جوجل فورمز أو نماذج جوجل نقط عليها بيعطيك نموذج جوجل هذي الواجهة الرئيسية لنماذج جوجل أول حاجة أنا أبقى هذا اختبار يعني أبغى درجات وأحط على كل سؤال درجات معينة وأحط الإجابة الصعيحة أعسى أن صحيحة تصفيح آلي فأول حاجة أجي للضبط الإعدادات هنية هذي السيتينجز ضغط عليه ضغطة نحصني ثلاث اختيارات اللي همنا الآن له كوزس هذي تجيب تلاحظ أنها منفعلة هني فيقولك make this a quiz أو جعل هذا اللموذج اختبار بالعربي فتضغط عليها الآن تحول نموذج هذا من نموذج عادي إلى نموذج اختباري بس فعلت هذا ضغط save الآن عندنا الواجهة الرئيسية للاختبار هني راح نحط عنوان للاختبار مثلا الاختبار نقول رياضيات عشان أستاذ منيرو مجتبه مكصف مثلا حاب تحط وصف للاختبار مثلا اختبار الفترة الأولى اختبار الشهري تبدأ تسوي وصف هني في المكان هذا الآن أنا أحط بيانات أخلي الطالب يكتب عنه اسمه أخليه يكتبث عنه تصفه أجي تضعام الزائد هني هذي أو ده أورادي موجود عندك هني خانة جاهزة للسؤال لو أنت هدت الكوستيون هذا أو سؤال غير معنون ضغط عليها مثلا تكتب هني اسم الطالب وهو أعطني خيارات نتلا تخليه خيارات كيف أغير أن أخليها مكان إجابة بعدما ما هي موجودة الآن الخيارات من العلامة هذي تبدأ تخليها short answer أو paragraph يعني إجابة قصيرة أو تعبير فنخليه short answer مثلا فخلاص هني اسم الطالب بيجري أن الطالب يكتب اسمه في هذه الخانة هذي وخلي هذا السؤال أو البيان إجباري لازم يجاوب الطالب بالضغط على هذا الإيقون يعني ما يقدر الطالب يتعدى النموذج إلا لما يجاوب على هذا السؤال لازم يحتاجه اسمه مثلا الآن أحطت خانة اسم الطالب أو أحطت خانة فصلة مثلا أجع علامة الزاد هذي طبعا ليهمنا من دولة كلهم الآن حاليا علامة الزاد دولين حاليا ما بتحتاجهم إضافة فيديو أو إضافة قسم أو إضافة صورة حلما ما بنحتاجهم فجي تضغط علامة الزاد عشان أعطيك سؤال ثاني الآن هذي سؤال الطالب خلاص خلينا وفرق فيه كتب طالب اسمه أنا أكتب فصله فيكتب أكتب الصف مثلا أقدر أعطي خيارات أحب أن أعطي خيارات مثلا وخليها إيجابة زي ما يفاطي أريح يعني أنه طالب يكتبها أحبت أن أخلي خيارات لو لاحظنا تغيره تماتيك حبت أن أخلي هذا خيارات أجي أضغط على هنا وأروح إلى اختيار فاشوف رجع علينا الخيارات وأكتب هنا اختيارات الأبغاء أضغط خير الأول أضغط هنا ثاني أضغط اختيار ثالث وأضغط اختيار رابع وإلى ما إلى نهاية ما أبغى أختيارات أبغى الطالب يكتب فصله رحلية أجير رجع مرة ثانية وأضغط short answer وأيضا أبغى أخلي هذا إجباري الطالب يجيبه يعني أضغط required إنتهينا من البيانات الأولية طبعا أنا لا أضغط على درجة هذا السؤال ولا هذا لأنه لا يوجد أسئلة في الاختبار فنجدها zero point ما أغيرنا في شيء نبدأ بكتابة الاختبار أجي إلى علامة زامرة الثانية سيعطيني نموذج إلى كتابة السؤال مثلا سأكتب السؤال هنا أخانة السؤال مثلا أكتب ما هو حاصل ضرب ثنين في ثنين مثلا أنا الآن أخلي خيارات إن أحبت أخلي مثلا طلاب يكتبوا ف سأخلي مثلا short answer إجابة قصيرة فالطالب يجي يحتاج أن يكتب هنا أحب أن أعطي خيارات أجي إلى multiple choice أكتب الاختيار الأول مثلا ثنين وأضغط هنا ضغط واحد أكتب خيار الثاني ثلاثة وأضغط ضغط واحد لني وكتب خيار أربعة مثلا مثلا أضعت الاختيارات أعدد الإجابة الصحية على الموقع الصحيح لي بعدين تماتيك علامة answer key أو مفتاح الحل أن يضغط عليه ضغطة واحدة ويعطيك كم نقطة تقدر تضع على السؤال وأي هي الإجابة الصحية مثلا إجابة الصحية أربعة فأضغط على ضغط أربعة فخلاص أي طالب يجاوب على هذا يعطيه صح وكم حاب أحط على السؤال هذه الدرجة درجتين ثلاثة أربعة حاب أحط عليها تقدر تضع علي مثلا درجة خلصنا من وضع الدرجة وإجابة الصحيحة أضغط done الآن هنا السؤال علي درجة واحدة وهناه one point والإجابة الصحيح له هذا رقم أربعة وهو خيار الثالث راح أخلي هذا السؤال الإجباري فأضغط على required اللي هو الزامي طبعا نفي خيارة واجد بعدين نحاول نشرحه إذا حبينا وإذا خرجنا فرصة حاب أحط صال ثاني مثلا أنا أبغى غيره سؤال ثاني ما أبغى خياره مثلا راح أضغط زائد وعطاني نموذج جديد للسؤال وأقدر أختار نوعية السؤال هل هو إجابة قصيرة إجابة طويلة اختيار معتعدد أعضاء علامة مثلا صحف المربع قانون سدلة أبغى يحمل ملف الطالب أبغى يقيم لي مثلا liner skill له تقييم يعني من واحد لخمسة مثلا يعني زي هالشرك مثلا من واحد لخمسة يعني ما بتحتاجه هاتوق قاعدة في الاختبارات حاليا بتحتاج ممكن أكثر شي له من طبس choice فأحط سؤال ثاني مثلا له خرابيط هذي وأعطى خيار مثلا الأول الخيار الثاني وفعل خيار الثالث وأجي مرة ثانية أقول هذا السؤال مطلوب أخليه إلا أنا حاب أحط إجابة الصحيحة وكم درجة إلا أجي أنسر key أو مفتاح الحل وأجي أعطاني مثلا هذه الدرجة وأقول الإجابة الصحيحة هي B مثلا وأضغط done وهكذا كل طريقة كل ما جيت حبيت نضيف سؤال حلو أشياء الثانية بعدين ما نحتاجها وطبعا أنا نصح أن أكون كل اختياري لأنه لو حطيت مثلا إجابة قصيرة فتحتاج أن تصحح يعني لازم ما بصح لك آلي أو تحط نموذج إجابة لكن هذا بيكون صعب على الطلاب يعني النموذج الإجابة لو حطيت إجابة نموذجية يقدر تصحح طبعا من جوجل فورم لكن صح على ضوء اللي حطه أنت يعني لو مثلا تختلف نقطة مثلا حطتنا هالجملة نقطة طالب كتب نفس الجولس ما حط نقطة بيعتبره خطأ فتحتاج أنك تصلح أنت بيدويا وهذا بيكون متعب يعني حل بفترة دي فهذا اللي كل اختياري أريح يعني حبيد أنت تحط مقطع فيديو وشاهده وبعدنا نجاوب على سؤال معين بدعا ما تزاد هذي بيضغط هذي له أد فيديو وبيعطيك صفحة إلى الفيديو مثلا من يوتيوب تبحث عنه أو عندك مثلا الرابط حق قد وحط الرابط هنا وعني ضغط سلكت ويكون مندرج الفيديو هنا وتكتب عليه السؤال مثلا هذي تقريبا وضع الأسئلة وطريقة وضعها أو وضع الإجابة الصحيحة وكم درجة على كل سؤال سوينا الضابط تغير طبعا الخلفيات هنا من الـ Customize تغير خلفية اللون ما لون وتحط لك مثلا صورة صورة خلفية إلى الاختبار مثلا اضع هذه الصورة للكتاب أقول لك insert من هذه العلامة كل هذي يدي كور للاختبار يعني زي ما اجتنا صورة اختبار والألوان تقدر تختارها وهكذا بعد ما خلصنا كل شيء الآن نجي إلى كيف حصول على الرابط عشان نرسله للقروب أو الطلاب من كلمة send أو إرسال بالعربي تضغط عليها تجي إلى علامة الرابط يعطيك الرابط هذا تقدر تقصر الرابط تضغط عليه copy وتنسخه وترسله في في القروب بيكون موجود عند الطلاب الاختبار هذا أنا حابت أكمل الاختبار تشوفه ما في أخطاء أقدم علامة العيون هذه تضغط عليها ويعطيك أنك قاعد تختبر بالضبط هذا الطلاب يكون عنده الاختبار بهذا الشكل يجي يكتب اسمه هنا ويكتب صفه ويقول ما ما حاصل ضربة اثنين مثلا وحطلنا الجابة الصحي له أربعة وهنا ما دعوش حطنين الاختيار مثلا قلنا هذا وهنا فاضي كان الوشن وضغط عليها وضغط الولد ارسال أو submit بيقول له ارسال الاختبار للعضيات وهنا view score أو اظهار النتيجة عندما يضغط عليها يعطيه نتيجته الآن نشوف مثلا جابة واحدة اثنين لهذا الطالب لأنه إجابتها الصحيحة ويعطيه الإجابة الصحيحة طبعا وهذه أنا اختبت الخطة والإجابة الصحيحة هي Built وهذه الثانية وهكذا تقريبا نجزنا الاختبار بشكل سريع وسلس الآن أنا حين رسلت اختبار أنا طيقة طالب مثلا رسلت هذا النموذج للأستاذ وأنا عارفت أن يجي الواحد من ثانين طيب الأستاذ كيف يعرف أن الطلاب رسلوا طبعا لما تجي مرة ثانية تفتح Google Forms أو Google Drive يطلع عندك هذا سويته في صفحة الرئيسية من Google Drive أو تروح لما زي شيء لGoogle New وGoogle Forms وبتشوف المواسف وبتشوف الاختبار مثلا أنا جيت للاختبار بلاحظ هنا الأسئلة وهنا الاستجابات أو الإجابات أضغط عليه هنا ونشفون هنا صار عندي رقم واحد لأن رسلت واحد بيكون عندي ملخص هي هذي مثلا طبعا كلب العربي طبعا عندكم العربي ملخص لكل طالب طبعا لو كان عنده طلابات جدا رسلوا بيطلع عندك الملخصة حق الأسئلة كم معدل كم الأفريج الرينج الأسئلة واشو الأخطاء حاب أشوف كل طالب لحال مثلا أجل كلمة individual أو مفردة أو شخصة تقريبا باشو مثلا هذا الطال اللي هو عبه أشوف بياناته وأشوف إجاباته كلها مثلا حاب أشوف طالب معين من هنا من هذه اللي هي individual حاب أشوف ملخص تلخيص عن الاختبار كامل للطلاب كلهم من هنا هذا تقريبا بشكل سريع أعطيكم العافية ترجمة نانسي قنور sondern